في مقول عندنا كده في مصر احنا دايما بنقولها لما يكون حد مصر على الغلط فبنقول ببساطتنا المصرية وعميتنا نقول دماغه متسلط عليه الشارع عموما حتى في مصر لما بيجي يتكلم ببساطه على ما يحدث في قطاع غزة فيقول لك اسرائيل دول دماغه متسلط عليهم ودي حقيقة هستعمل المقولة دي البساطتها ولكنها فيها عمق عمق القهر والاحتلال يبدو انه الاحتلال اللي دم اكثر من 75 عام اصبح هي عقلية الاسرائيلية التي لا تتغير هي عقلية مع اختلاف الحكومات مع اختلاف الازمنة مع اختلاف السنين ولكن يبقى هو نفس الاحتلال والعقلية الاسرائيلية وايضا الغطرصة التي نشاهدها كل يوم ولا حلول نحن لا نسمع عن اي حلول حتى وان كان العالم كله اصبح الان يتحدث عن حلول والانتفاضة التي حدست في الشارع سواء العربي او الشارع الغربي بعيدا حتى عن الانظمة في الدول الغربية الا ان العقلية الاسرائيلية لا تسمع ابدا اي شيء فالسؤال اللي احنا بنسأله بنسأله النهاردة خصوصا احنا بيت للكل نتحدث عن دولنا ومنها دولنا موجودة الحقيقة في هذا الصراع نتحدث عن مصر نتحدث عن فلسطين ونتحدث عن الاردن فماذا تريد اسرائيل الحقيقة؟ معنا في الاستوديو دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدولية بالاهرام دكتور احمد مساء الخير مساء الخير يا سيدة الشافك اهلا بيك يعني بنحاول نفك طول الوقت يعني اذا كانت لاسرائيل شفرة فالشفرة هي مغلقة وما حدش عرفها غيرهم هما ماذا تريد اسرائيل من الدول العربية؟ يعني في الواقع الاجابة بكلمة واحدة اسرائيل تريد كل سوء لا ننتظر منها خيرا للدول العربية تجربة السنوات الماضية كما انت اشارت في المقدمة هي قوة احتلال ومنطق الاحتلال دائما لا يشعر بالامن والامان لان منطق الاحتلال هو يخالف منطق التاريخ ومنطق الوغرافية ومنطق القانون ومنطق البشر في ان ما يحقق الامن والامان هو السلام العادل والشامل وانهاء الاحتلال وليس فرض الاحتلال اسرائيل تحاول فرض الاحتلال بقوة الامر الواقع من خلال القتل والضمار كما رأينا طبعا في قطاع غزة تريد ان تكون البيئة التي تحيد باسرائيل بيئة مضطربة بها مشكلات بها تحديات وهي تعتقد ان هذا يشعرها بالامن وبالتالي تجربة السنوات الماضية بتؤكد سواء مع مصر او مع الاردن او مع فلسطين او حتى مع لبنان كلها بتؤكد ان ما حكم اسرائيل من حكومات متشددة كل حكومة تأتي باقصر تشددة من الحكومة السابقة كلها تستهدف فرض الامر الواقع من خلال القوة هم لا يفكرون بمنطق العقل ولا ما يتعلمون من دروس التاريخ دروس التاريخ تقول لا يمكن الاحتلال ان ينتصر ولا يمكن الاحتلال ان يدوم لابد الاحتلال الى زوال وبدل من توفر اسرائيل سياج امن لمواطنيها عبر التعايش وتحقيق السلام وعودة الاعادة الحكومة المشروعة للشعب الفلسطيني وان تقيم علاقات جيدة مع جيرانها باعتبار كما يقول المسأل من مصلحة ان تكون علاقات جيدة مع الجار وليس في مشكلات وصراع بدلا من هذا تراهن دائما حكومة الاحتلال وحكومة اسرائيل على اسارة الصراعات والمشكلات وخاصة ان هذه الحكومة الاكثر تطرفا والاكثر في تاريخ اسرائيل لانها تضم عن اسرائيل المتطرفين اليمين الاسرائيلي واليمين المتطرف يعني اليمين الديني واليمين المتطرف في اسرائيل وبالتالي ما نشهده الآن من اعتداء في غزة من اثارة القلاقل في الضفة الغربية الاحتجاجات ايضا في تصدير مشكلات لمصر والاردن كلها بتعكس عقلية ومنطقة الاحتلال وانا في اعتقادي ان هذا الاحتلال لزوال لن ينجح ولن يفلح في فرض منطقة وزيد تجربة يعني الصمود الفلسطيني وايضا ردود الافعال الدول العربية ودول المجاورة الاسرائيل بتؤكد دائما ان منطق الاحتلال والخطأ وهذا المنطق لابد ان يزول طيب بعد ما نشهده من هذا الصراع والابادة اللي موجودة في قطاع غزة ما هو مستقبل يعني العلاقات العربية الاسرائيلية او مستقبل علاقات اسرائيل مع المنطقة العربية هذا الكيان مستقبله ايه هذا المستقبل بيتوقف على سلوك اسرائيل بمعنى هل هو مستقبل نحو التعاون او نحو الصراع الحكومة الاسرائيلية بتصرفاتها وسلوكياتها سواء في عدوانها طبعا يعني غير المبرر تماما بالشامل على قطاع غزة او لجوم العدوان على الضفة الغربية او اصارة القلاقل والمشكلات مع دول الجوار بتقود هذا المستقبل نحو مزيد من الصراع والتوتر وهذا ليس اصلا في مصلحة اسرائيل لن يخدم اسرائيل لماذا؟ لان اسرائيل جربت على مدارة عقود المشكلات والصراعات ولم يتوفر لها الامن رغم القوة الجبارة ورغم الدعم الامريكا المطلق والدعم السياسي والدعم العسكري والحماية في مجلس الامن الدولي رغم الجدران التي اقامتها في الاراضي الفلسطينية وعلى الحدود لم توفر لها هذه الجدران الامن وبالتالي المنطق يقول ان المدخلات تودي لمخرجات المدخلات اسرائيل والحكومة الحالية خاصة العناصر المتطرفة سمودريتش وبينغفير وطبعا بالتحالف مع نتانياهو وغيرهم من الوزراء الذين حتى وجدنا اللغة العنصرية ووصلت الامر الى الدعوة الى بازة غزة بالكمبيلة الزرية واللغة الخطابية وحش بشرية وهذه اللغة غير المسبوكة اللغة العنصرية كلها بتؤكد ان هذه الحكومة استمرت بتقود المنطقة الى مزيد من الصراع وبالتالي المستقبل لا يدعو الى التفاول في ظل هذه الحكومة المتطرفة طيب لو احنا رجعنا الى الشأن المصري ونتحدث هنا عن مصر انها مصر تتحمل الكثير والكثير اذا انتبهنا حتى لخريطة مصر وحدود مصر اذا رحنا الى السودان اذا رحنا الى ليبيا وبعدين الى هذه البقعة الملتهبة جدا مع اسرائيل وقطاع غزة حتى ما يحدث مع الحوتيين في البحر الاحمر وباب المندب والتأثير على قناة السويس هو ايضا مشكلة مصر الحقيقة محطوطة في مشكلة كبيرة جدا كيف ترى هذه الهجمات اللي ممكن نقول يعني على سبيل المثال ما ذكرته ولكنها اكتر من يعني في حدود ستة هجمات مصر مهددة انا في اعتقادي الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوك حقيقة وهذه التهديدات والتحديات بتعكس دلالات يعني الدلال الاولى ان مصر هي المستهدفة في الفعل لماذا مصر مستهدفة؟ لان عندما ننظر الخريطة العربية الدول العربية او معظم الدول اصبحت دول هلمية فكرة الدولة الوطنية ضعفت وانهارت يعني هناك ملشيات الآن ظهر ملشيات في دول عربية التي تحكم وتصنع القرار وتخطف القرار وتهدد الدولة الوحيدة الصلبة الدولة الوطنية القوية هي الدولة المصرية الجيش القوي الذي قادر على إحماية حدودها الجيش المصر وبالتالي هذه الدولة الصلبة القوية هي مستهدفة حقيقة بعد أن تسبب ما يسمى الربيع العربي في تفتيت دول العربية وانقسامات وحتى الآن هناك حالة لا حسم السياسة ولا أسكري في هذه الدول وهذه الدلالة الدلالة الثانية هو إدارة الدولة المصرية لهذه التحديات فيما يتعلق طبعا يتعكس الاحترافية يتعكس إدراك مصر لهذه المخاطر مصر تتحرك بنوع من الرشادة سواء السياسة الخارجية الرشيدة الفعالة النزيهة أو التعامل على سبيل المثال في أزمة غزة منذ اليوم الأول أدركت مصر أن هناك مخطط خبيث يحدث في قطاع غزة من جانب الاحتلال هذا المخطط استغل عملية طوفان الأقصى كزريعة رفع في ظاهرها شعرات القضاء على المقاومة وتحرير الأسرة والرهائن ومنع تهديات من غزة لكن في بطنها العذاب وهو التهجير القصري للفلسطينيين وتفرق سكان غزة من سكانه وتهجيرهم وتوطنهم في سيناء وهو مخطط خبيث قديم من خلال استراتيجية الجحيم بمعنى تحويل غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه القصف الشامل والضمار الكامل والحصار التام منع الغذاء والقهرباء والدواء بحيث يتم دفع الفلسطينيين دفعا نحو النزوح طبعا يعني خطوط مصر الحمراء ووقف مصر حقيقة أجهد هذا المخطط وبدأت الستراتيات تتكلم عن مسمى الهجرة الطوعية والتهجير الطوعي يعني دول العالم تأخذهم مبتع وبالتالي بيعكس أنها كتحدي لتصفية القضية الفلسطينية لكن الإدارة المصرية والرئيس السياسي والسياسة المصرية نجحت وهذا يعني بيعطي دلال أيضا مهمة أن مصر تظل هي صمام الأمان صمام الأمان للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هي الدعم وتحركت مصر على المصار السياسي فيما تعلق برفض التهجير القصري والعمل على حالة دولتين وإرسال رسالة للعالم وعادة تغيير الموقف العالمية بأن ما حدث في 7 أكتوبر وما بعده هو عرض لمرض هذا المرض ببساطة واستمر على الاحتلال إنهاء الاحتلال يوفر السلام وبالتالي طالما استمر الاحتلال وغابة أفق التسويسية سيظل الصراع على المصار الإنساني كانت مصر أكبر داعم للجانب الفلسطين من اتخال المساعدات الإنسانية ومعبر رفع شكل أيقونة وشريان الحياة لقطاع غز طبعا إضافة بالتوازن المصار السلس والمصار الأمني المتعلق بجهود مصر في منع توسع الصراع الإقليمي وإدارة مصر الأزمة باحترافية والقضيات الفلسطينية حققوا كل ناقيقة كانت في مهاب الريح إن إسرائيل كانت شوهت الصورة وسردية إنها تواجه إرهاب وتهديدات وجودية وبدأت تؤثر في الرأي العام الغرب والدولة الغربية والدعام بشكل أعمى لإسرائيل لكن المصر والمساعدة المصرية والإعلام المصري نجح في قلب الدفة وتوضيح حقيقة الأمور على أرض الواقع وبالتالي الآن كل يتحدث عن حل الدولتين وعن وقف الحرب والعدوان صحيح أنا بطفق جدا مع حضرتك أن هناك استفاف بوعي كبير ولكن طول الوقت هناك أيضا تراشق يعني طول الوقت إسرائيل لا ترسل سلاما إلى مصر يعني حتى في محاكمة اللي كانت موجودة محكمة العدل الدولية شفنا حتى أن هما لما بيدفعوا عن نفسهم بيرموا أي تهم على مصر يقولك مصر هي لما بتفتحش المعبر بيحاول هو يدفع بالناس جنوبا ومصر بتحاول ترجع الناس شمالا وتساعد مصر حتى في الخيام وتؤمن أهلينا في قطاع غزة هذا الانتباه الكبير هل يجعل إسرائيل لأنها حتى تغير لما مصر تكون صامدة وترسل إعلاما صحيحا هي تغير من بياناتها كثير بعد تصريحات مصر أولا إسرائيل كما يقول بالمثل العام المصر يقولك بترمي بالاها على مصر لأن ما حدث في محكمة العدل هو نعم الهزيان يعني لا يستحق حتى الرد عندما تقول أن مصر تمنع المساعدات في حين أن العالم كله يرى بعين الأم شاهد بعينه ساركت تقصف الشاحنات وتقصف المستشفيات وتقصف وكلات الأمم التحدى ومخزينها من الإغاثة تكون بالتفتيش المتعسف وتمنع دخول المساعدات ومع ذلك أسرت مصر ونجحت في إدخال المساعدات وفرضت منطقها ونتذكر عندما رفضت مصر خروج الأجانب ومزدوج الجنسية إلا مع دخول المساعدات وخروج طبعا الجرحة والمصابين الفلسطينيين وبالتالي إسرائيل كل فترة أو كل وقت هناك أزمة حقاقية تواجه الحكومة الإسرائيلية تحاول الخروج من أزمتها بتصدير أزمتها طارة إلى مصر ومن خلال هذه الدعايات الكاذبة ومن خلال هذه ما نراه من سلوكياب من خلال التهجير القصري أو الدعايات على مصر وغيرها لكن هي في مؤذك حقيقة أولا بعد مائة يوم لم تحقق أيها هدف من حربها العدوانية لم تحقق الهدف حتى التي أعلنتها الأسرة أو القضاعة المقاومة ما زالت سوريخ المقاومة تضرب إسرائيل وتل أبيب وغيرها من المناطق ولم تكسر سمود الشعب الفلسطين الأمر الثاني إسرائيل خسرت كثيرا خسرت إعلامين وأخلاقين الآن سورة إسرائيل في العالم بأنها دولة تقتل النساء والأطفال كان هم يقولون في البداية أن الفلسطينيين يزبحون الأطفال ويختصبون النساء لكن العالم بعد ونجد هناك 25 ألف فلسطيني شهيد من عظامهم من الأطفال والنساء بأي زنب المهال قتلوا إلا لأن هناك هستيريا انتقامية لدى حكومة الاحتلال واحد وستين ألف مصاب طبعا وتدمير كامل لقطاع غزة أنت تعلم أن إسرائيل أيضا صعادت مشهد محور فلاديلفيا هل تتوقع أنها ممكن تعمل أي عمل عسكري أم ستتوقف الحال على ما صعادته فقط أولا يعني الخطاب الإسرائيلي متضارب هناك مجمع متطرفة تدي تصريحات غير مسؤولة مثل نتنياه واسمو تاريتش وبنغافير ويقولون عن تحتلال المحور بحجة منع التهريب بينما يعني هناك اتجاه ربما كابح في إسرائيل على أقل أكثر عقلانية شوي وحتى وزير الدفاع رفض هذا الأمر لأن أولا هذا المحور ضمن اتفاق رسمي بين دولتين جزء من معادة السلام وهناك اتفاق خاص اتفاق فلاديلفيا أو المحور فلاديلفيا في 2005 وبالتالي قانونيا من ديها القانون الدولي لا يمكن لإسرائيل أن تحدث أي تغيير على هذا المحور إلا بالاتفاق مع مصر ومصر هو موقفها واضح لأن هذا يمثل تهديد مباشر للأمن القوم المصر حضرتك قلت لنا وإحنا بنعد هذه الحلقة أنك ترى أن الحرب على وشك الانتهاء يعني إيه مدلولاتك لهذا مدلولاتي أنه طبعا هناك ضغوط دولية خاصة الجانب الأمريكي لأنه مفتاح للسر والقرار كما يقولون هو الجانب الأمريكي دولة أمريكا بدأت تشعر بالضيق بدأت تضعط إلى إسرائيل بدأت تسحب بعدك وغتاة من غزة تحول لعمليات نوعية هناك أيضا خسار إسرائيلية كبيرة وتكلفة اقتصادية كبيرة الضغوط الرأي العامي العالمي إسرائيل لن تحقق أي تهداف وبالتالي كل هذا بيدفع في اتجاه الحرب أن تنتهي قريبا نتمنى ذلك يعني سيظل الحديث قائم والكلام دائما له بقية أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقة الدولية بالأهرام شرفتنا في بيت للكل شكرا مشاهدينا سنظل نتحدث وسنظل نتابع معكم ما يحدث على الأرض في فلسطين وفي قطاع غزة وسأظل أردد مع أهل فلسطين شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم فلسطين باقية والاحتلال في زوال في أمان الله